نهنع حقيقة قناة الرشيد بذكرة تاسعة لتأسيسها هذه القناة التي عودتنا أن تكون ساندة للمواقف الوطنية للقوات المسلحة والجيش العراقي بالذات ولقيات عمليات سامراء وإن شاء الله تستمر بهذا الدور الكبير والمتميز ونسأل الله لهم التوفيق كقناة وكموظفين ومنتسبين وإن شاء الله نرى قناة الرشيد إن شاء الله في دائما في وضع أفضل وأحسن بإذن الله تعالى نبارك لقناة الرشيد الفضائية يقاد الشمعة التاسعة من أمرها الذي تزامن ظروف الصعبة التي مرت على البلد عندما كانت هذه القناة منارا للطريق الصحيح وكذلك مسارا للألفة والمحبة والدعوة إلى توحيد العراق من شماله إلى جنوبه نتمنى للأخوة القائمين على هذه القناة الموفقية ولمزيد من الازدهار وعمرا مديدا إن شاء الله بمناسبة التاسعة لانطلاق بذ قناة الرشيد لا يسعنا إلا أن نقدم التهنية والتبركات إلى كادر القناة والقائمين عليها هذه القناة التي تمثل منبرا حرا من منابر الإعلام العراقي قناة وسطية مقبولة ومشاهدة من قبل الجميع نتأمل الموفقية والنجاح المستمر لهذه القناة أقدم أسكا التهاني والتبركات لقناة الرشيد وكادرها هذه القناة الوطنية قناة العراقيين التي حقيقة لن نلمس منها إلا التواصل مع الناس مع جميع ابناء البلد والتي أخذت على عاتقها المساواة ما بين ابناء البلد الواحد ودائما الدعوة إلى التآخي الدعوة إلى المساواة الدعوة إلى العراق الواحد الموحد ونسأل الله التوفيق لهم في عملهم وأن تكون تطفئ الشمعة التاسعة وإن شاء الله تلوها العاشرة وتستمر في عطائها وجميع كادرها الموجودين محليا ودوليا باسمي وباسم منتسبي جامعة سامراء نتقدم لقناة الرشيد الفضائية بأسكا التهاني والتبركات مناسبة الذكرى التاسع لتأسيس هذه القناة الحقيقة تعودنا على هذه القناة وأن تكون القناة الموضوعية في نقل الخبر ونشكر تعاونها مع جامعة سامراء في تغذية نشاطات هذه الجامعة وفي مدينة سامراء